نشرة المسائية من القناة الثانية كالعادة نستهلها بالعنوي في انتظار النتائج الرسمية للانتخابات الإسبانية تجاوزت نسبة المشاركة الثلاث وخمسين بالمائة سندقق في رهانة هذه الانتخابات مع ضيفنا الأستاذ المساوي العجلوي أستاذ بمركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات وفي إطار الروبورتاجات المنجزة بمناسبة عيد العرش المجيد نتوقف عند مدن المهن والكفاءات التي تندرج ضمن البرنامج الوطني لتكوين المهني من الجيل الجديد وتجسد العناية الملكية بقطاع تكوين وإدماج مهني للشباب وتتابعون المنتخب الوطني نسوي يخوض مباراته الافتتاحية في بطولة كأس العالم للسيدات أمام نظيره الألماني سندقق في هذه المباراة مع ضيفنا الإطار الوطني سعيد شخيت ونختم النشرة مع أولى سهرات مهرجان الشواطئ في نسخته التاسعة التي احتضرتها مدينة الحسينة مرحبا بكم نستهل نشرتنا الإخبارية من إسبانيا التي تجاوزت نسبة المشاركة فيها في الانتخابات التشريعية المبكرة الثلاثة وخمسين بالمئة هذه النسبة لا تشمل نحو مليون وسبعة وأربعين ألف ناخب من أصل سبعة وثلاثين مليون ونصف المليون ممن صوتوا بواسطة البريد النتائج الأولية تشير لحصول الحزب الاشتراكي على مائة وواحد وثلاثين صوتا مقعدا بفارق مقعد وحيد عن الحزب الشعبي بحسب بلاغ لوزارة الداخلية الإسبانية بعد احتساب خمسين بالمئة من الأصوات المزيد من التفاصيل في تقرير سعيد أجانا يترقب الإسبان نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة والتي تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقارب الأصوات بنسبة خمسين في المئة بين حزب اليمين والحزب الاشتراكي انتخابات سجلت نسبة مشاركة تصل إلى أزيد من ثلاثة وخمسين في المئة بانخفاض ثلاثة في المئة عن الاستحقاقات السابقة ودعي أزيد من سبعة وثلاثين مليون إسباني لممارسة حقهم في التصويت وانتخاب ثلاثمائة وخمسين نائبا ومائتين وثمانية من أعضاء مجلسي البرلمان والذين سيعملون على المشاريع المهمة بالنسبة لإسبانيا كالصحة والإسكان جئنا اليوم لممارسة حقنا في التصويت واختيار من سيمثلنا في البرلمان لبناء حكومة صلبة وقوية هذه الانتخابات هي الأهم بالنسبة لأبناء جيلي وستحدد ملامح العقد القادم مشاركة الشباب في هذه الانتخابات تكتسي أهمية كبرى خصوصا في تحديد مستقبل البلاد انتخابات تعرف منافسة شرسة بين المرشحين لرئاسة الحكومة الإسبانية ويتعلق الأمر بكل من بيدرو سانشيز والبرتونونيز حيث أكدوا للصحافة خلال الإدلاء بأصواتهم على ضرورة المشاركة في هذه الانتخابات حتى تكون الحكومة ناتجة عن صناديق الاقتراع قوية وتسمح لإسبانيا بالموضي قدما ولتعمق أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الرباط السيد المساوي العجلوي أستاذ بمركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات أهلا ومرحبا بك هناك تقدم للحزب الاشتراكي هذه نتائج الجزئية ما هي قراءتك لهذه النتائج التي تم الكشف عنها قبل قليل نتائج إن استمرت على هذا الحال بالتأكيد يجب انتظار ما سيحصل عليه سواء فوكس أو لائحة اليسار بقيادة صمر لأن هي التي ستؤكد الأغلبية ستعود لمن ألا أن كل استطلاعات كل تحليل كانت تقول بأن الأرقام ستكون متقاربة ولكن ليس إلى هذا الحد لأن هذه النتيجة ربما قد تفاجئ العديد من الذين أعطوه للحزب الشعبي حوالي 145 إلى 150 ولكن ما زال الأمر يتعلق فقط بنصف عدد المصوطين الذين تم الكشف عن تصويتهم يبقى الأهم من هذه الانتخابات كما جاء في التحقيق هو أن إسبانيا منقسمة بين فئتين فئة ما زالت تقول بأنه يجب أن تحافظ على إسبانيا في إطار الحريات العامة والخاصة في إطار المشروع الأوروبي هناك نوع من الخشية من وصول فوكس إلى الحكم وانهيار هذه القيام وهذه الحريات الفرضية والجماعية فبالتالي الإشكال الآن في انتظار النتائج كاملة وفي انتظار بالخصوص نتائج سمر وفوكس للوصول إلى الإعلان عن تشكيلة نهائية التي ربما ستقود إسبانيا التي ستؤثر كثيرا لأنه التحول الآن في أوروبا هو لصالح اليمين واليمين المتطرف هل ستشكل إسبانيا قاعدة لهذا التحول أم ستشكل قاعدة إلى النوع من الاستثناء في إطار ما يجري على الصعيد الأوروبي طبعا في انتظار النتائج الرسمية هل سيكون لها أثر على العلاقات أثنائية بين المغرب وإسبانيا في سياق الشراكة المغربية الإسبانية والتي نعلم أنها دخلت منذ فترة في منعطف جديد إيجابي وسؤال طريح أيضا في إثناء الاعتراف ترامب بسيادة المغربية على الصحراء وقيل حينها ربما إدارة بيضان قد تعيد نظر لكن ذلك لم يقع وهو أعتقد نفسه بالنسبة لإسبانيا إذا ما تبعنا صريحات زعماء الحزب الشعبي كلها تشيد بالعلاقات المغربية الإسبانية يجب أن ندرك أن قرار في هذه الدول ليس قرار سياسي بمعزلين عن المؤسسات الأخرى هناك المؤسسات الأمنية العسكرية الاقتصادية تحدد أيضا وتنبه الذين يصنون انتخابات أن قرار ما قد يؤثر سلبا أو إيجابا على العلاقات مع أي دولة فبذلك قد يكون هناك نوع من التوظيف ورقة ما جرى مع سانشيز بالنسبة لبعض الأحزاب خلوناك حزب ميكروسكوبي والذي يعلن العداء بعد ذلك في كل برامج الأحزاب الإسبانية كلها تعترف بقرارات الأمم المتحدة ولم يدين أحد المغرب والنقاش كان تنائي بين الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي حول العلاقة مع الجزائر وكان هناك نوع من الشد والجلب فبالتالي شخصيا لا أعتقد أن القرار الإسباني بالاعتراف بمشروع الحكم الداتي مبادرة الحكم الداتي هي الأساس للحل السياسي أن ذلك سيتغير كما جاء في تقريركم وفي النتائج الأولى هناك حدود متقاربة فبالتالي لن يكون المغرب ورقة في تفضيل جهات على جهات أخرى بمعنى آخر أن الموقف الإسباني نتمنى أن يستمر وإن كان هناك نوع من التخوف لدى البعض فأعتقد أنه سيستمر على ما كان عليه الحزب الاشتراكي هذا إن لم ينفوز الحزب الاشتراكي بالانتخابات شكرا جزيلا لك الأستاذ المساوي العجلاوي أستاذ بمركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات كنت معنا مباشرة من الربط وعلى صعيد الانتخابات دائما حزب الشعب الحزب الحاكم في كمبوديا يتوقع فوزا صاحقا في الانتخابات التشريعية أي الظفر بجميع مقاعد البرلمان المزيد من الأنباء الدولية في تقرير شيماء العلم بدأت عملية فرز الأصوات اليوم في كمبوديا بعد انتخابات تشريعية دعية للتصويت فيها أزدد من 9 ملايين ناخذ ولا مفاجآت متوقعة إذ هيمن الحزب الحاكم على المشهد السياسي مشهد يفتقد للتوازن غابت فيه المعارضة ينهي عهد أحد أطول رؤساء الوزراء في العالم بقاء في السلطة هونسين حاكم البلاد بقبضة من حديد لمدة 38 عاما يفترض أن يسلم السلطة إلى ابنه الأكبر ومن المرجح أن يفوز حزب الشعب الكمبودي بجميع مقاعد البرلمان البالغ عددها 125 مقعدا توعدت أوكرانيا اليوم بالرد انتقاما على موسكو بعد شنها هجوما ليليا عنيفا بالصواريخ على مدينة أوديسا الساحلية قصف أدى إلى مقتل الشخصين وتدررت على إثره كاتدرائية تاريخية في وقت أكد فيه الرئيس الروسي خلال استقباله نظيره البلاروسي فشل هجوم كياف المداد وفي اليونان هبت عاصفة من الرعب والضمار في قلوب سكان مدينة باترس بعد انهيار جسر على الطريق السريع المؤدي إلى العاصمة أتينا انهيار أودى بحياة شخصين وإصابة ثمانية آخرين وفرق الإنقاذ عاملت بلا كلل للبحث عن المصابين وانتشال الجثة تحت أنقاذ الجسر المنهار جسر كان من المقرر هدمه نظرا لأنه غير مستقر بحسب التلفزيون الرسمي وبالعاصمة الإيطالية التي تحتضن أشغال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة أكد ناصر بوريطا وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبرؤيته المتبصرة هو رائد الاتحاد الإفريقي بشأن قضية الهجرة المضمنة في الأجندة الإفريقية ويجسدها إنشاء المرسد الإفريقي للهجرة مشيرا إلى أن المملكة المغربية وقعت حضورها في كل نقاشات حول الهجرة وأنها تستحضر المقاربة الإنسانية باعتبارها لا تتعارض مع الحكمة العقلانية يقول الوزير إلى العيون التي حلى بها وفد من الدبلوماسيين الأفارقة ممن يتابعون تكوينهم في الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية زيارة بغرض تعرف عن كثب على تجربة التسيير الجهوي وكذا على التدخلات الاجتماعية لمؤسسة فوس بوكرا يوسف وشو ومحمد شحيمة مهام متعددة يطالع بها مركز العيون لتأهل الكفاءات التابع لمؤسسة فوس بوكرا من خلال التكوين وتطوير المهارات والقدورات خدمات اجتماعية نوعية كانت محطة استكشاف لعدد من الدبلوماسيين الأفارقة الذين استفادوا من التكوين بالأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية التابعة الوزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمة بالخارج ما قامت بها المؤسسة من أعمال رائع جدا سواء لسالح الشباب أو المرأة بصفة خاصة وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة ونطمح في أن نتقاسم تجربة المغرب مع بلداننا من أجل العمل على تنمية إفريقيا أجبتني هذه المؤسسة الأعمال التي تقوم فيها إذن أعمال الذي إن شاء الله وأتمنى إذن أن نحصل معهم تعاون الزيارة الدراسية تواصلت بلقاء المسؤولين الترابيين بالجهة محطة المجلد تحرف عن قرب على تجربة المغرب في مجال تدبير جهوي والمحلي إلى جانب الاطلاع على مختلف البرامج التي تسعى إلى تجويد عيش ساكنة المنطقة كم هائل من المعلومات والتجارب والمعارف ستعمل على إغناء مصارين ديبلوماسية وأيضا ستمكنون من التعرف أكثر على هذه المنطقة عبر هذه الشاركة المبنية على التعاون والتضامن والتي تجمع المغرب مع بلدان إفريقيا من جنوب الصحراء شاركة ستوحدنا من أجل الرقي بقارتنا الإفريقية هو طموح ورغبة كبيرة في استفادة من تجارب وخبرات المغرب في مختلف المجالات من أجل إفريقيا مزدهرة ومتضامنة وفي إطار الروبورتاجات المنجزة بمناسبة عيد العرش المجيد نتوقف عند مدينة المهن والكفاءات بتمسنة التي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تدشينها شهر ماي الماضي مؤسسة تدخل في إطار برنامج وطني للتكوين المهني من الجيل الجديد وتجسد العناية الملكية بقطع تكوين من أجل إدماج المهني للشباب يونس رفق منصة متعددة الأخطاب والتخصصات للتكوين المهني هي الرابعة من نوعها ضمن مدن المهني والكفاءات يدشنها جلالة الملك محمد السادس بجهة الرباط سل القنيطرة بعد جهات سوس ما سوى العيون السقي الحمراء والشرق خارطة طريق جديدة تتغيى إحداث جيل جديد من المؤسسات التكوينية لتعزيز قابلية تشغيل الشباب والرفع من تنافسية المقاولات المدينة اللي كيتش نسيدنا اللي ينصروا قاعد تعطيه واحد دفعة قوية بالنسبة للشباب والشابات دينا بما فيهم اللي يساكلين بعد لأنه كان 700 سرير فاشم كلهم يباتوا وكان واحد العدد دينا الخدمات فاش ان شاء الله بعد سنتين دينا التكوين كيقدروا يدخلوا لسوق العمل وخصكم تعرفوا أن المتدربين والمتدربات دينا اللي تتكونوا في المكتب الوطني إن على الشغل كي عندهم واحد نسبة لإدماج عالية وعالية جدا فوق 80% فغالب الأحيان إنجاز مدينة المهن والكفاءات بتمسنا في الثلاثين من مايي الفين وثلاثة وعشرين على مساحة عشر هكتارات هو جزء من برنامج شامل يتم بموجبه إنجاز 12 مدينة مهن وكفاءات على مستوى مختلف جهات المملكة باستثمار إجمالي يقدر بأربعة ملايير وأربعمائة مليون درهم. البرنامج يعكس الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك لقطاع التكوين المهني كرافعة استراتيجية لتحسين التنافسية الاقتصادية وتحقيق الإدماج المهني لشباب وسوف أظل أؤكد على دور التكوين المهني والعمل يدوي في إدماج الشباب انطلاقا من حرف الصناعة التقليدية وما توفره لأصحابها من دخل وعيش كريم ومرورا بصناعات الغذائية والمهن المرتبطة بالفلاحة التي تعين تركيزها بمناطق الإنتاج حسب مؤهلات كل جهة وكان جلالة الملك قد أعطى في جلسة عمل سنة 2018 توجيهاته بإعادة هيكلة شعب التكوين وإحداث جيل جديد من مراكز تكوين وتأهيل الشباب وهو ما تجسد من خلال مدن المهن والكفاءات من أجل تطوير تكوينات جديدة في القطاعات والمهن الواعدة مع تأهيل التكوينات في المهن التي تنعت بالكلاسيكية صاحب الجلالة عندما وضع هذا الملف وتكلف به شخصياً بحيث أن نتذكر الاجتماع الذي ترأسه وفي حضور رئيس الحكومة وفي حضور كل قطاعات المرتبطة بالكفاءة والمهن والتكوين المهن يدل هذا على أن الرؤية الملكية استراتيجية رشيدة سديدة متنورة في إطار رقمانا وفي إطار أننا نفتحنا على مجموعة المهن جديدة ولكن فرضت رأسها فرضاً كبيراً وبانت الأهمية ديالها في سوق الشغل وفي مدى تطوير المقاولات وبهي جاءت المبادرة الملكية السامية لهذا الورش الكبير في سامسيكا تمكننا أن نكتسب تقنيات وأساليب كثيرة ويتطلبوا سوق الشغل وكل تخصص سواء تقني متخصص أو مستوى التقني فهذه المهارات والأساليب المكتسبة تكون جد محددة وتلبي احتياجات العمل بصفة عامة والجهوية بصفة خاصة تعتمد على رؤية جديدة في تكوين من خلال تكريس حيث مهم من البرنامج التكوين لفائدة تطوير وتنمية المهارات والقدرات المرينة أو ما يطرح عليها بالسوفت سكيلز بالإضافة إلى العمل على تطوير اللغات الحية وطبعاً الشق المتعلق بالتخصص والمرافق هكذا تتجسد عناية جلالة الملك بقطع التكوين المهني من خلال الرفع من جودته واجعله قادراً على تلبية حاجيات سوق الشغل من الكفاءات وتعزيز التنمية الشاملة في المملكة نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها أيضاً لبؤات الأطلس تواجهنا غداً لعبات المنتخب الألماني بالتحليل سنتوقف عند توقعات هذه المقابلة مع ضيفنا الإطار الوطني سعيد شخيت وفي النشرة نحملكم في زيارة لمنتجع تغبالوت السياحي إقبال كبير في ظل غياب البنى التحتية وجودة الخدمات المقدمة وكما أسلفنا في العنوين غداً تخوض لعبات المنتخب الوطني مباراتهن الافتتاحية في بطولة كأس العالم للسيدات أمام نظيراتهن الألمانيات بطلات العالم لمرتين وأمال عريضة للمغاربة في أن تحققنا النصر المزيد في هذه المراسلة لهشام غرفاوي محمد ماجري والتحرير يوسف الحميد ساعات فقط تفصلنا عن أول لقاء للبؤات في كأس العالم للسيدات المدرب رينالد بيدروس وضع آخر اللمسات في آخر حصة تدريبية قبل لقاء الألمانيات الحائزات على كأس العالم مرتين ورهان ظهور مشرفة ما يجدحنا هو أن ندخل المنافسة أكثر من الالتفات إلى الخصم الذي بطبيعة الحال يتفوق علينا وبالرغبة والإرادة علينا أن نكون أفضل من الفريق الألماني لن يجب أن نكون أفضل من هذه المراسلة نحن نعرف أننا أول فريق مغربي وعربي سيكون أفضل كأس العالم هذا شرف لنا نحن كبير ونحن نمسؤولية كبيرة باش نعطي واحد صورة لتفتخر بها الكورة القادم المغربية وكذلك العربية فنحن نعزمين باش نشاء الله نحقو واحد لإنشاء الله لإنشاء الله الجارية المغربية المقيمة هنا بأستراليا تستعد هي كذلك لهذا اللقاء والأمكنة المخصصة للمشجعين تشهد حضورا مميزة للجمهور المغربية هو الفريق العربي في تاريخ الكرة القادم النسائية لتأهل كأس العالم ونحن فخورين جدا وكانت ناول النهار الاثنين بزاف فرحانين باش نشوفوا لأول مرة الجالية المغربية كتتجمع فرحانين بالمنتخب النسوي لبؤات انه مصل هاد المرتبة هدي هدر فخر الكورة وفخر المغربيات وفخر الاول منتخب عربي مسلم كيوصل هاد المرحلة دي فدر الله العظيم فرحة ما قدنا فرحة في أول مشاركة تاريخية لهن أمام لبؤات الأطلس مهمة تدبير جيد لأول مباراة ضد منتخب ألمانيا تنطلق غدا في التاسعة والنصف صباحا حتى تخذنا اللقاءين الآخرين بأريحيتين تامة وللحديث عن المباراة نصديف الإطار الوطني سعيد شخيت شكرا لتوجدك معنا مرحبا بك خسي ومرحبا بالجمهور الكريم إذن ما هي حضود المنتخب النسوي في هذه المباراة مع العلم أنه يواجه بطل العالم لمرتين قبل ما نتكلم عن المنتخب نتكلم عن من يوم دخل الملكنا اللاين سرق وعطى الاهتمام بالكورة المغربية ولنك نشوفه النتائج الذكر ولا الإنات وصول المنتخب للكاس العلم هذا إنجاز وإنجاز كبير إن شاء الله إذن يقول المتتبعون لشأن الكوروي على أن المنتخب المغربي هو في مجموعة صعبة مجموعة تضم ألمانيا، كوريا الجنوبية وكولومبيا عادة المعنويات المرتفعة ما الأمور التي يجب أن تتمتع بها لبؤات الأطلس؟ دائماً على الأوراق نقوله بأنها مجموعة صعبة ولكن نظن عندنا المباراة قوية التي عادنا مع منتخب ألمانيا الذي فايز بن سختين فايز بكاسر عام 2003 و2007 فهذه أصعب مباراة إذا أعرف المنتخب المغربي كيف يلعب مباراة أول مباراة لعبها بطريقة دكية وعلى أخير اللي يخرج بلات إيجابية نظن يكون لهم مصر نفس المصر للمنتخب الكل يتكلم عليه في قطر وصل للنصف النهائي كيف تتوقع الحدود المنتخب؟ شوف أنا قلت لك الحدود عدنا أول مباراة وأول مباراة دائماً لك تعطيك الطريقة فإن شاء الله قلت لك خرج المنتخب متعدل ومبارتين جائرين إن شاء الله نأخذهم إن شاء الله وإن شاء الله نحن لدينا مشكلة لدينا كمنتخب الإنات لدينا دفاع قوي وبشاهدات الجميع ولكن لدينا مهاجم اللي خلص المباراة فهذه هي المشكلة التي يعاني في المنتخب الإنات إن شاء الله يتوفقون إن شاء الله في أول مباراة ما هي بنظرك الأمور التي يجب أن ننتباه إليها في هذه المباراة؟ كما قلت يعني خصم قوي ألمانيا نحن نقول أقل أخطاء تخليك في المباراة يعني نحاول اللاعبين يركزوا تركيز مهم نعم لازم اللاعبين يركزوا وما يعطوش القيمة للمنتخب الألماني وتكون عندهم دافع وروح إذا كان تروح كان يظن المنتخب إن شاء الله يطلع بلاتي جايبية إن شاء الله الروح الكتالية موجودة في المنتخب المغربي إن شاء الله المنتخب الرجال ومنتخب النساء أيضا حد موفق طبعا لي لبؤات الأطلس شكرا جزيلا لك شكرا لك وشكرا لأخ الحاج السعودي لك اللي يضور بوجود عندكم هنا في الأطلس شكرا جزيلا لك شكرا وكما أشرنا المنتخب النسوي هو في مجموعة صعبة تضم منتخبات كولومبيا كوريا الجنوبية وألمانيا نتعرف عليها في هذا التقرير لأنس فوبر بعدما أصبح أول منتخب عربي يشارك في كأس العالم للسيدات منذ انطلاق هذه المنافسة عام واحد وتسعين لم تكن القرعة رحيمة بالمنتخب الوطني ووضعته في مجموعتنا سيكون التأهل منها مثل الخروج من عنق الزجاجة فيكفي القول إن رفقات خديجة رميشي سيفتتحنا المشوار المنديالي بمواجهة بطل العالم في مناسبتين والحديث هنا عن منتخب ألمانيا الذي يسجل حضوره بالنهائيات المرة التاسعة في تاريخه بطل أوروبا في ثمان مناسبات سابقة وصاحب المركز الثاني عالميا سبق وأنال مركز الوصافة في نسخة خمسة وتسعين كما احتل المركز الرابع في مناسبتين واليوم يعد من أقوى المرشحين للظفر باللقب المنديالي بعد مواجهة رفقات المخضرم أليكساندرا بوب المنتخب الوطني يلاقي في المباراة الثانية نظره الكوري الجنوبي القادم من آسيا ظهر في ثلاث مناسبات سابقة بكأس العالم ظهور كان متواضعا حيث تمكن مرة وحيدة من تجاوز حاجز دور المجموعات في نسخة 2015 لعب في مشاركته السابقة عشر مباريات حقق الفوز في مباراة وحيدة وانهزم في ثمانية وتعادل في مناسبة وحيدة أما المواجهة الأخيرة للبؤات فستكون أمام المدرسة الكولومبية التي ستشارك للمرة الثالثة في كأس العالم بعد نسختي 2011 و2015 هذه الأخيرة نجح خلالها المنتخب الكولومبي في التأهل للدور الثاني قبل أن يتوقف مشواره على يد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الذي توج بعدها باللقب رياضيا دائما وبرسم بطولة المغرب للكبار في القفز على الحواجز فاز الفارس عبد الكبير والدار اليوم بجائزة صاحب الجلال الملك محمد السادس ذلك في ختام فعالية الدورة الثامنة والثلاثين لأسبوع الفرس التي احتضنها المركب الملكي لفروسية وتبرد دار السلام أما المركز الثاني فكان من نصيب الملازم الأول ياسين القلش فيما عاد المركز الثالث للفارس الغالي بوقع هذا وشهدت هذه التظاهر التي انطلقت في الخامس عشر من شهر الجاري منافسة قوية بين أفضل الفرسان وأجود الخيول يمثلون مختلف أنحاء المملكة والصحة الرياضية فقدت أحد أبطالها اللعب الدولي المغربي السابق حسن أمشرات الملقب بأسيلة والذي غادرنا عن سن الخامسة والسبعين بعد صراع مع المرض أنس فوبر الحزن يخيم على أسرة كرة القدم المغربية التي فقدت اليوم واحدا من صناع مجدها والحديث هنا عن حسن أمشرات الملقب بأسيلة ابن المحمدية رفع الراية البيضاء مستسلما أمام مرض نخر جسمه ليفارق الحياة عن عمر نهز خمسة وسبعين عاما صاحب اليسرى الساحر أعطى بسخاء للكرة المغربية وهو الذي خطف الأنظار مع الأسود في فترة السبعينيات وكان ضمن الجيل الذي أهدى المغربة الكأسة الافريقية اليتيمة عام ست وسبعين بإثيوبيا هو واحد من اللاعبين الذين كتبوا اسمهم بحروف من ذهب في خارطة الكرة المغربية كما يعد واحدا من أبرز هدافية المنتخب الوطني على مر التاريخ حيث لعب تسعا وخمسين مباراة بقميص الأسود سجل خلالها واحدا وعشرين هدفا مع رفيق مساره والأسطورة أحمد فرس شكل عسيلة ثنائيا من نوع خاص بالمنتخب الوطني وفريق شباب المحمدية مع هذا الفريق توجع سيلة بكأس العرش في موسم خمس وسبعين ست وسبعين كما نال لقب هداف البطولة في نفس الموسم بسبعة عشر هدفا حسن أمشراط كان كذلك من بين المساهمين في تتوج فريق مدينة الظهور بكأس المغرب العربي للأنذية الفائزة على حساب النادي الإفريقي التونسي عام اثنين وسبعين رحل عسيلة إلى دار البقاء لكن مسيرته الكروية الحافلة بالعطاء والإنجازات ستظل في الأذهان مهما طال الزمان أرجح الآن جهة بن ملال خنفرة لنزور وإياكم منتجعة تغبالوت هو واحد من بين أبرز الفضاءات الطبيعية بالجهة والتي تستقطب الآلاف سنويا إقبال كبير يقابله إهمال وغياب بنية تحتية مناسبة كما سنتابع في روبرتاج جهان دبلالي وعبد الرحيم عابد تسمى أيقونة السياحة الجبلية بجهة بن ملال خنفرة تغبالوت نحليما جوهرة الأطلس المتوسط هي ملاذ للفاردين من التقسي الحار بحثا عن أجواء منعشة لكن واقع الحال صدم الزوار بين جفاف الوادي ومنظر الأزبال المتراكمة في كل الأمكنة نحن جئنا من تجزيلة وجئنا لتغبالوت تغبالوت طلات شوية ما فقدش كما كانت كين واحد الوقت كينما في هذا الواد ودبرها شوية قلال نطلب المسؤولين باش يوليون قوات الشيم زيان باش يوليون نسران منطقة السياحية تيجيون الناس ديال بره وتيجيون ديال الداخل أنا بنت ابني ملال جيت من منطقة تغبالوت نكتشف زعمال البلاد ونشوف كدير الأجواء منطقة سياحية ولكن إهمال بزاف يعني خاص تكون نظافة يكون مراقبة تكون مش حامل حاجة تغبالوت بين الماضي والحاضر موقع تاريخي سياحي أيكولوجي يستقبل آلف الزوار في فصل الصيف حيث الحرارة تعرف أقصى درجاتها أسر تنتعش بماء الوادي رغم تراجع منسوبه وتستضل بأشجار السنوبر رغم غياب البنية التحتية المناسبة هذا الموت نفس اللي كبرنا فيه وهذا الموت نفس اللي ولينا كان بكيو عليه في هذا الوقت ولا عمر بالزبل ولا شجر كيموت ولا شجر كيطايح على الناس ولا لنا في الممشيتي تلقي الزبل أنتم ما كنتشوفوا الزبل عاملة وحناية ما كينش لي هز الهم ديال هاد الأيقونا باش تبقى تبقى فينما أصل الصيف اللقو في النجو فشان جلال المنتجات يضرني خاطري حيث تاريخ دياله وحسن ملاحظة دياله نوع موهويل تغبلوت صارت بقعة آخر صانية مجموعة ديال إسمنت لحد التام الجمالية ديالها وحد من تدفوق ديال المياه ديالها تراجع لمستوى ديال النظافة مستوى ديال التنظيم ما كينش مناظر تغبلوت كانت بالأمس القريب خلابة تسحر الناظرين وتستقطب السياح لاكتشاف الموقع موقع ذهوية تاريخية ضاربة والساكنة اليوم تنتظر تحقيق المزيد من التنمية لتأهيل تغبلوت السياحية ونختم من الحسيم التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا في أولى صهارات مهرجاني الشواطئ في نسخته التاسعة التي ستمتد حتى الحادي والعشرين من شهر غشتة المقبل بمشاركة نخبة من الفنانين المغاربة والأجانب روبرتاج محمد حجوب والتحرير لمحمد إسرى برقصة الرقادة المميزة يحيي الفنان الطالبوان سلة الراحم بجمهوره هنا في مدينة الحسيمة احتفاء بليالي فصل الصيف والمناسبة مهرجان الشواطئ في نسخته التاسعة عشرة نكافنا المغربي باللون بفولكلور دي الرقادة اللي هو فولكلور مغربي محض مئة في المئة كان ينتمي للريف والشرق يعني شمال الشرقي كان واحد واحد النوع اللي هو متنوع بالريفية متنوع باللغة العربية الجمهور كان أيضا على موعد مع الفنانة الأمازيغية نجماء مازيغن في حفل استقطب جمهورا عريضا من مختلف الأعمار جئنا من مدينة خنفرة لقضاء العطلة في مدينة الحسيمة التي تتميز بشواطئها الجميلة صهرات مهرجان الشواطئ ستتواصل إلى غاية الحادي والعشرين من شهر غشت المقبل في العديد من شواطئ المملكة كالمضيق تنشا مارتيل السعيدية والنظر بقي أن نذكركم بأبرز ما جاء في هذه النشرة في انتظار النتائج الرسمية للانتخابات الإسبانية تجاوزت لسلة المشاركة الثلاثة وخمسين بالمئة وبحسب بلاغ لوزارة الداخلية الإسبانية النتائج الجزئية بعد فرز نحو خمسين بالمئة من الأصوات تشير إلى تقدم طفيف للحزب الاشتراكي وتابعت معنا المنتخب الوطني نسوي يخوض غدا مباراته الافتتاحية في بطولة كأس العالم للسيدات أمام نظيره الألواني دققنا في انتظارات هذه المبارات مع ضيفنا الإطار الوطني سعيد شخيت نهاية هذه النشرة يمكنكم الاطلاع على باقي أخبار الوطن والعالم على موقعنا الإنترنت دوزان بوايما أو على التطبيق ماي دوزان طبت أوقاتكم أينما كنت ترجمة نانسي قنقر